شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد سقر تنفيذ النشاط التدريبي ردع 2024 والذي نفذ بمصرح عمليات البحر المتوسط بالذخيرة الحية وبمشاركة الأفرع الرئيسية ومختلف الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وبدأت الفعاليات بعرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية والأنشطة المنفذة خلال نشاط التدريبي وذلك على متن حاملة المروحيات جمال عبد النصر النشاط التدريبي ردع 2024 شهد الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ النشاط التدريبي ردع 2024 والذي نفذ بمصرح عمليات البحر المتوسط بالذخيرة الحية بمشاركة الأفرع الرئيسية ومختلف الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة بدأت الفعاليات بعرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية والأنشطة المنفذة خلال النشاط التدريبي وذلك على متن حاملة المروحيات جمال عبد النصر وتضمنت المرحلة الأولى للنشاط التدريبي تنظيم جميع أنواع الدفاعات عن الوحدات البحرية المشترية ضد كافة العدائيات وذلك بالتعاون بين القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي حيث قامت طائرات الحماية الجوية للتشكيل البحري بالاعتراض والاشتباك مع الطائرات المعادية موسيقى موسيقى كما قمت عناصر الحرب الكيميائية بإجراءات تطهير الوحدات البحرية وإزالة الآثار الناتجة عن استخدام العدو للأسلحة الكيميائية لتتمكن من استكمال تنفيذ باقي المهام المكلفة بها موسيقى وقامت عناصر الدفاع الجوي بصد هجمة جوية معادية وتوفير الحماية لحاملة المروحيات جمال عبد الناصر والقطع البحرية المصاحبة لها بإطلاق عدد من سواريخ الدفاع الجوي طراز أفنجر للتصدي للهجوم الجوي المعادية وشركت لنشات السواريخ تراث سليمان عسك في صد الهبوم الجوي وتنظيم الدفاع الجوي عن التشكيل ونفذت عناصر القوات الخاصة البحرية إجراءة حق السيارات والتفتيش لإحدى السفن التجارية المشتبه بها والغير منصاعة وذلك بالأسليب القتالية الاقترافية للسيطرة على السفينة بسرعة ودقة عالية وذلك في ظل الحماية الجوية لعملية الاقتقام من الهليكوبتر الهجومي طراز ترجمة نانسي قنقر كما نفذت عناصر من القوات الجوية بالتعاون مع الوحدات البحرية أعمال البحث والإنقاذ بالبحر حيث تم التقاط أحد الأفراد المصابين ونقله بواسطة الطائرة الهل طراز آغوستا المجهزة طبيا لتلقي العلاج اللازم بالمستشفى الميداني المجهز بغرف العمليات وأحدث الإمكانيات على متن حاملة المروحيات جمال عبد الناصر وقامت عناصر الحرب الإلكترونية بالتعامل مع الطائرات الموجهة بدون طيار صغيرة الحجم والتي تمثل أهدافا معادية كما نفذت أعمال التأمين الإلكتروني باستخدام الوحدات المحمولة بحرا وجوا لتأمين أعمال قتال الوحدات البحرية وشملت المرحلة الثانية تدمير أحد الأهداف البحرية المعادية ذات الأهمية الخاصة بإطلاق سواريخ سطح سطح طراث هاربور من إحدى لانشات السواريخ بالتزامن مع قيم القوات الجوية باستكمال تدمير الهدف من مقاتلات المعاونة الجوية للتشكيل البحري ونفذت الوحدات البحرية ضربات مركزة من خلال تنفيذ رميات مدفعية سطح بالذخيرة الحية وبمختلف الأعيرات على الأهداف السطحية المعادية فضلا عن قيم إحدى الغواصات بتنفيذ مهمة الاستطلاع البحري للبحث عن الوحدات البحرية المعادية واكتشافها كما نفذت الطائرات الهجومية طراز أباتشي أعمال القصف الجوي ضد عدد من الأهداف المعادية المكتشفة بواسطة الغواصات كما تضمنت المرحلة الثالثة تنفيذ التقطية بالسواريخ على هدف حيوي بواسطة الإمكانيات القتالية لأنظمة الدفاع الجوي الحديثة المتمركزة على الساحل والتي قامت برصد الأهداف الجوية المعادية على مسافات مختلفة والاشتباك معها بواسطة الأنظمة الساروخية مختلفة الطرازات والتي نجحت في إصابة جميع الأهداف إصابات مباشرة كما نفذت وسائط الإبرار الخاصة بحاملة المروحيات جمال عبد الناصر المحمل عليها عناصر الصاعقة عمليات الإبرار البحري على الساحل للقيم بمهمة الإغارة على هدف ساحلي وتمكنت قوات الصاعقة بالتعاون مع قوات المنطقة الشمالية العسكرية من تطهير الساحل من العناصر المعادية والسيطرة عليها وفي ختام النشاط التدريبي نقل الفريق أول عبد المجدسقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمشاركين بالنشاط التدريبي ردع 20-24 كما أشهد بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة والتي أظهرت قدرة وجهزية رجال القوات المسلحة في حماية مقدرات وثروات مصر الغالية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة دمت يا جيش مصر دعماً وسنداً لشعبها النشاط التدريبي ردع 20-24 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر